المورد الرابع ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الجزء السابع في صفحة 47 قال ما وقع من الحوادث سنة 655 وكان تاج الدين بن صلايا نائب الخليفة بأربيل حذر الخليفة وحرك عزمه والخليفة لا يتحرك ولا يستيقظ سبحان الله البلاد والعباد إلى زوال والخليفة الإمام لا يتحرك ولا يستيقظ بل كان متحركا مستيقظا جدا في مجالسا له والغناء والرقص والطرب والمجون وبعد أن استيقظ فكيف تحرك وما هو رد فعله يجيب ابن تغري بردي يقول فلما تحقق الخليفة حركة التتار نحوه ماذا فعل أليف وباء أليف سير إليهم شرف الدين بن محدين ابن الجوزي رسولا يعدهم بأموال عظيمة أقول رد فعل قوي وعنيف من إمام المسلمين باء ثم سير مئة رجل إلى الدربند يكونون فيه يطالعون الخليفة بالأخبار فمضوا فلم يطلع لهم خبر لأن الأكراد الذين كانوا هناك دلوا التتار عليهم فهجموا عليهم وقتلوهم أجمعين استفهام هل رجع الخليفة إلى عدم الحركة وعدم الاستيقاظ وإلا فلماذا لم يرسل غير المئة بعد أن انقطع خبرهم ولم يبين لن المؤلف ولا باقي أمة التامية المدلسة هل أن هؤلاء الأكراد فعلوا فعلهم القبيح بنصيحة وتوجيه وأمر ابن العلقمي أو هم أبناء علاقم كرد ثم ركب هولاكو في جيوشه من المغول والتتار وقصد العراق فأشار الوزير ابن العلقمي على الخليفة المستعصن بالله بمصانعتهم وقال له أخرج إليهم أنا في تقرير الصلح فخرج إليهم لاحظ كيف التدريج في التدليس في كل مرحلة يوجد تدليس عند كل كاتب يوجد تدليس لاحظ كيف تأخذ من هؤلاء التاريخ كيف تأخذ من هؤلاء الحقيقة وقال له أخرج إليهم أنا في تقرير الصلح فخرج إليهم واجتمع بهولاك وتوثق لنفسه ورد إلى الخليفة وقال إن الملك قد رغب في أن يزوج بنته بابنك الأمير أبي بكر ويبقيك على منصب الخلافة كما أبقى صاحب الروم في سلطنته ولا يطلب إلا أن تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع الصلاطين السلجوقية وينصرف هو عنك بجيوشه فتجيبه يا مولانا أمير المؤمنين لهذا فإن فيه حق دماء المسلمين ويمكن أن تفعل بعد ذلك ما تريد والرأي أن تخرج إليه فسمع له الخليفة وخرج إليه في جمع من الأعيان من أقاربه وحواشيه وغيرهم لاحظ هذا كما يقال قصص عجائز سوالف عجائز أي واحد يأتي في فكره يرتب كما الآن أهل السياسة أهل الإعلام كل من يفعلهم يرتبون قصة ويرتبون أكذوبة وأسطورة ويتطرح هنا وهناك ويتلقى في الإعلام الموجه ما يريد منها أقول أليف توثق ابن العلقمي لنفسه ليس فيه عيب بل بعد توثق ابن العلقمي لنفسه ليس فيه عيب بعد أن ثبت أن الخلفاء والسلاطين لا إما أنفسهم يتوسلون ويذلون أنفسهم أقصى إذلال ويبذلون كل شيء لهلاكا من أجل التوثق لأنفسهم فكلهم في الذل والهوان والتوثق سواء با تبين أن الجميع لا يدري أن الخلفاء لا أمه ليس خلفاء الله ورسوله وليس خلفاء بوصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما وليس خلفاء بشورى الستة وليس خلفاء بإجماع الأمة ولا إجماع الصحابة ولا إجماع أهل السقيفة ولا إجماع المهاجرين ولا الأنصار ولا إجماع أهل الحل والعقد إنهم خلفاء وأمه بأمر هلاكا وصلاطين المغول وبأمر السلاجقة وصلاطين الترك فتعيينهم وتنصيبهم من قبل صلاطين السلاجقة والمغول ولاءهم وطاعتهم لصلاطين السلاجقة والمغول ولا ننسى الصلاطين البويهيين الفرس فأي خلافة وإمامه وولاية أمر المسلمين هذه